حكايتنا النهاردة عن فنانة استعراضية عاشت حياتها كلها في بهجة وسرور وتألقت في عالم الفن انتهت حياتها بطريقة مأسوية واعتزلت الفن قبل وفاتها عايزين تعرفوا ايه اسباب اعتزالها وازاي انتهت حياتها تابعوا معانا الفيديو للنهاية وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد بنتكلم النهاردة عن الفنانة كبيرة نعيمة عاكف اتولدت في طنطا محافظة الغربية عام 1929 لعائلة كانت تمتلك السيرك كانت عائلة عاكف عندهم سيرك وكانوا مهتمين بعالم السيرك والفنون نعيمة عاكف اتولدت في السيرك واشتغلت مع والدها في السيرك واشتارتت على ابوها انها تاخد اجر مقابل شغلها بالفعل ابوها كان بديها ارشين واستمر الوضع دوت لحد لما وصل عمرها عشر سنوات ابوها بعد كده تزوج من امرأة اخرى غير والدتها فاضطرت امها انها تاخدها هي واخوتها ويعيشوا في القاهرة في شارع محمد علي اشتغلت نعيمة عاكف في مالها الكتكات ومالها الكتكات كان بتردد عليه فنانين كتير جدا وكانت شغالة فيه مغنية ورقاصة وكمان بتقدم الملولوج اتعرف عليها هناك المخرج احمد كامل مرسي وادها دور رقاصة في فيلم ست البيت بعد كده دخلت عالم التمثيل واتعرفت على المخرج حسين فوزي وادها دور البطولة في فيلم العيش والملح ومداها عقد احتقار بعد كده اتجوزها وبقى مسؤول عنها فنيا وادها ادوار كتيرة جدا وكانت هي البطلة فيها من اهمهم فيلم لها ليبو ودوت كان عام 1953 بعد زواجها من المخرج حسين فوزي عاشت حياة مرفهة جدا عاشت في فيلا وامتلكت سيارة وارصدها في البنوك لكنها بدأت تشعر انها لازم تتعلم لان هي ما تعلمتش خالص وما كانتش بتعرف تقرأ وتكتب لان حياتها في السرق مناعتها وحرمتها من التعليم قررت الاستعانة بمدرسين عشان يعلموها الاراية والكتابة واللغات وتعلمت فعلا اللغة العربية والانجليزي والفرنساوي عام 1956 اختارها الفناني الكبير زاكي طولايمات عشان تكون بطلة فرقة الفنون الشعبية وفعلا كانت البطلة لابريت يليل يعين وذهبت مع الفرقة للصين في نهاية 1956 لتقديم الابريت وفي عام 1957 زهبت لموسكو لعرض لوحات استعراضية في الفترة دي تقلقت في السينما جدا وقدمت من اجمل افلامها اللي قدمتها فيلم بابا عريس ومليون جنيه فتاة السيرك طام رحنة اربع بنات وظابط وكان اخر فيلم قدمته كان فيلم امير الدهاء بعد كده انفصلت عن جزهة وتجوزت محاسب قانوني اتعرفت عليه لما كانت رايحة مكتبه علشان تاخد منه استشارة قانونية وكان اسمه صلاح الدين عبد العليم ولما اتجوزته بقى هو مسؤول عن كل ما يخصها ماديا في العقود والارتباطات الفنية والمالية وكمان منعها من ارتداء بدلة الرقص وانجبت منه ابنها الوحيد محاسب كانت نعيمة عاكف ودودة جدا لكل زميلها داخل الوسط الفني وكانت بتعيش حياة كلها بهجة وصرور لكن للأسف تبدلت الحياة الى حياة مأساوية خاصة بعد شعورها بألام شديدة اثناء تصورها فيلمها الاخير امير الدهاء بعد ما كشفت عند الدكاترة وتشخص المرض بتاعها بسرطان الامعاء حزنت جدا نعيمة عاكف وبدأت تشعر بالاكتئاب الشديد وكانت دايما بتحتضن ابنها وتقول لقد انتهى العمر فقررت انها بعد انتهاءها من تصوير الفيلم الاخير لها قررت انها تعتزل الوسط الفني علشان تتفرغ لابنها وتتفرغ للجلسات اللي كانت بتاخدها للعلاج بدأت حالتها الصحية تتدهور اكتر من اللازم وبدأت في النزول في الوزن وتغيير ملامح وجهها بسبب دخولها في الاكتئاب وبسبب شدة الالام اللي بتمر بيها بدأت تتعلق بابنها محمد اكتر وتحتضنه معظم الوقت لحد لما في يوم الدكتور الخاص بيها اتصل عليها وقال لها فيه امكانية لعلاجك لكن بعملية جراحية في المانيا وان الدولة قررت ان انت تتعلق على نفقة الدولة تكريما لمشوارك الفني وكان المفروض انها هتسافر يوم 11 ابريل لكن بدأت تشعر بألام شديدة في يوم 8 ابريل عام 1966 وتنقلت للمستشفى وتوفت هناك عن عمر يناهز 36 عام بعد مشوار فني استمر 15 عام وكان اخر لفظ لفظته قالت ابني محمد وبعد كده توفت رحمة الله على الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف اشتركوا في القناة